سهلاً خير يا رئيس أهلاً وسهلاً أنا منالة علي سعيد غريمة من الغريمات اللي تفرج عليها أول يوم رمضان حبينا نيجي النهاردة ونشكر حضرتك ونقول لك شكراً أن أنت فرحتنا بأول يوم رمضان وسط عيانة وربنا يسعدك زي ما أسعدتنا في فطر وسط عيانة إحنا كنا في ديئة وقرب جديد وحضرتك اللي فكت ديئتنا وقربنا إحنا ماضينا إصلاة وقبنا احتياجات أكبر من طقتنا بس جايين النهاردة نوعدك أن عمرنا ما هنعمل كده تاني وربنا ما يرميك في ديئة أمين يا رب وينصرك ويقوي ويقدرك أمين يا رب ويسعدك ويكبر بخطرك زي ما جبرت خطرنا كلنا شكراً يا رئيس لا استنى يا ستة مناعة شوفي عايزة أقولك على حاجة أنا فرصة أن أنتم موجودين معنا وأنت تعتبر حضرتك تجربة حية يعني تجربة حية أنت يعني مشيتي الطريق ده وشوفتي ومهم قوي أن إحنا مش أن إحنا نحللنا المسألة بالطريقة ديئة لكن أن الناس اللي بتسمعنا وأكيد أهلينا اللي بيروحوا يعملوا كده وحتى اللي بيشتغلوا معها وحتى اللهم بيعني بيعملوا عليهم من الإصلاة ما من فضلك يعني ما تقول لنا تجربة دي أصعب تجربة لا قولي دي يعني أنا أسف يعني شوية تفاصيل نسمح كلنا الحكاية دي بتتعمل إزاي والرقم بيبقى رقم حقيقي ولا مبالغ فيه يعني أنا حضرتك مبلغي كله 45 ألف كان الحكم اللي أنا بنفس فيه أكتر من السبعين سنة قضيت اللي قضيته وجيت حضرتك أنت فكت الكرب ده بس أنا نصح كل واحد ما يحتاجش وصلات الأمانة دي خالص ولا يخلي حد يكسره لأنه فعلا أكتر حاجة بتكسر وصلات الأمانة وأكتر حاجة كسارتنا بحرمنا من عياننا وبعدنا عنه إحنا مهما نتكلم مش هنقدر نشكر حضرتك على الفرحة اللي انت فرحتهن والأمل اللي انت قدتهن من جديد والدنيا اللي انت رجحتنا لنا اللي كنا فقدينها خالص طيب أنا حسألك منك قلت إيه إن إحنا نجيب على قد على قد يعني التزاماتنا التزاماتنا يعني بس من غير وصلات خالص لا بغض النظر بغض النظر ليه بتقولي على قد يعني هالي أنا عاش كده قلتلك عايزة فاصيل ليه ما كناش بنجيب على قديني كان كل واحد بيعانت في اللي جنبه أنا ضمنت حماتي ضمنت جوزي بس مامشناش على قديني بصينا الأكبر من طريقنا وبصينا الأكبر من طائتنا طيب أنا حقولك على حاجة أنت طبعاً كان معاك زميلك اللي هما كان نفس الظروف يعني وكيد سمعتوا في الأسناء ما أنتم موجودين هناك يعني سمعتوا من بعض حكايات يعني إيه العنوان إيه النصيحة اللي إحنا نقولها لكل الناس ومش بس للناس لحتى للناس اللي بتشتغل بالتاجر يعني اللي هما بيعملوا الإصالات بيديك الحاجة ويديك الإصالة تقول له إيه تقول لبعضوكو الأول وتقول للناس اللي هما اللي بيعملوا الإصالات دي نقول لهم إيه يتقل لا مش هنقدر نقول أكتر من كده طب هو الخمسة واربعين كانوا محسومين عليك كام يا أستاذة أحج ملال يعني يعني أكتر من متين ألف ده لكل واحد فيه يعني اللي لخمسة طالبهم بالخمسين وبالسبعين محدش يحتاج المبلغ بتاعه خالص وانت مضيت على كده وانا مضيت على كده يعني هو الإجراء القانوني ما حدش يعني أصف إنها المحكمة هتاخد بالورق بالورق يعني أنت فهمين أقصده وعشان كده بنقول إيه طب أنا خدت خمسة واربعين طب هم بدي على خمسة واربعين طب لو فيه فايدة هتتكتب الفايدة وتتسجل بالتوئيد وانا بنتوافقتي إنما ما بقاش رقم يعني كبير كده يعني ممكن الحمد لله إن إحنا مضينا بالتجربة دي لإن كان ممكن نقع في تجربة أكبر من كده ربنا يعقصنا بس الحمد لله إن إحنا مضينا بالتجربة دي الحمد لله على السلامة وربنا وآلف مبروك الله يبارك ربنا يوفقكم شكرا يا رئيس وما هي منقول لك شكرا مش هنقدر أنه في أي حاجة من اللي حضرتك عملتها لنا شكري لربنا سبحاني نشكر ربنا وبعد ربنا حضرتك هو ربنا شكرا يا رئيس 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 شكرا